لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة السيد أحمد عطل بعد مندد الشرق الأوسط مرحبا بك يعني الأمم المتحدة تحاول وتسعى جاهدة إلى لم شمل الأطراف الليبية في حين أن الجيش الليبي يقول بأن ليس هناك أطراف هي ميليشيا وغزاة سيتم دحرهم في خلال معارك معينة إذن ما الذي تريده الأمم المتحدة من حوار مبني على هكذا قناعات؟ بداية لو تتبعنا المشهد الليبي منذ عمل لجنة العسكرية الأممية 5 زائد 5 فنجد أن تصاعد وطيرة الأحداث داخل المشهد الليبي تجاوز فكرة عمل لجنة العسكرية 5 زائد 5 التي سوف تستأنف عملها في 26 من فبراير الجاري وهذا لأسباب كثيرة يتعلق بالمبعوث الأمم السيد غسان سلامة الذي خرج بمجموعة من القرارات للجنة الأممية العسكرية غير محصنة وليس لها غطاء قانوني حتى صار سيد غسان سلامة أشبه بمرشينت أوفينيز تاجر البندقية الذي يقدم بضاعة ليس لها سوق فعندما خرجت اللجنة بجموعة من القرارات فهي قرارات ليست ملزمة وليس لها غطاء قانوني وليس لها إلزامات ولا عقوبات للجانب التركي وخاصة أن حكومة سيد فاز السراج تقع بين شقي المطرقة والسندان داخليا هي مرتهنة بعمل الميليشيات والمرتزقة وخارجين تتلقى التعليمات مباشرة من أنقرة والدوحة فتجد أن سيد فاز السراج لا يتعدى سوى هذا كيان شكلي أمام المجتمع الدولي والمجتمع الدولي يعلم هذا طيب أستاذ أحمد هل تعتقد طيب بناء على المعطيات التي تقولها هل تعتقد بأن هناك فشل ذريع للمحادثات التي يمكن أن تحدث في 26 من فبراير الجاري أتفق معك يا سيدي بأن المحادثات هي محادثات التي سوف يتم استقنافها في حالة إذا وفق سيد فاز الرجل الحضور لأن حسب ما أكدت المصادر المعلومات بأن هناك تعليمات من أنقرة والدوحة لسيد فاز السراج بأن لا يتحرك بالنسبة للإستقناف المرحلة السنية في 26 من الشهر الجاري لأسباب كثيرة دعنا نفسرها أمام المشاهد المصري والعربي منذ أن بدأت اللجنة المؤمية العسكرية عملها حتى الآن وصلت خمسة شحنات أسلحة وباقي كما أكدت المصادر والمعلومات أكثر من ستة شحنات تنتظر صلاحي إلى ترابلس وخاصة بأن المصادر العسكرية تؤكد بأن الكوات التركية حصلت على طائرات مصيرة وتوجه بالنزر وقاذفات محمولة فأنت الآن أمام موقف وأبرز الإدانات التي تطيل السيد غسان سلام أنه تم نقل أحد مصانع الأدوية من مي جنوب ترابلس إلى أنقرة على ثلاثة مراحل هذا المصنع قد تكلف 150 مليون دولار وتم إنشاء عام 1971 وعملية اللطل تمت برعاية أنقرة كاملة أشكرك أستاذ أحمد عاطة الباحث بمنتدى الشرق الأوسط كنت معرى من القاهرة